نقسم معكم. اول شيء اللي ضفت مياه اللي كان هو الكركا دي. الكركا دي معروف عليه في تغطية الشاي ومعروف عليه في تفتيح لون الشعر. ضفت جوج معالقة كبار. ضفت هنا هي معالقة كبيرة ديال بابونش او للزهراء او للكاموميل على حسب كل واحد وشي يسميها. فهي معروفة في تفتيح لون الشعر. جميلة جدا غير رائحة ديالها طيبة. هنا هي ضفت جوج معالقة كبار ديال الشاي. اي الشاي متوجد عندنا في البيت. فاحنا هنا مبغيناش نكلفو على رسنا. بما اننا ما كان قدوش نخرجو. فنستعملو اللي موجود عندنا. كحبة ده لو كان عندنا الشاي الاسود. ما كانت عند الشاي الاسود نستعملو اي نوع ديال الشاي عندنا. شفتوا المكونات غزالة بزاف. جميلة كتحلي رائحة طيبة في الشعر. وكتغذي الفروة ديال الراس ديالنا. اللي هو الشاي الكركا دي والكاموميل. غد نضيف عليهم واحد الكاس ديال الماء ساخن. غد نخليهم يغليوا واحد المدة ديال عشر دقائق. بما اننا هاد المكونات كلها كتنفاعل مع الماء الساخن. وكتعطي المفعول ديالها اكتر واكتر من اللي كتتضاف ليها الماء السخوم. ومن اللي كتغليشي شوية. هاد المكونات كلها غزالة بزاف. تفتيح لون الشعر. تغطي يد الشايب. وغزالة غير رائحة ديالها طيبة. المهم كما شفتوا معي هاد المكونات. ما ضفتش الماء بزاف. طب هاد الحال ما خاسناش نضيفه الماء بزاف. خاس هاد المكونات تبقى مركزة. ما تنسوش هنا رابغيناها تكون مركزة. حيث غادي نستعملوها كسبغة. فغادي نستعملوها. باش نعطينا ذاك اللوين. هاد المكونات كلها اللي ضهنا هنا يا. فهي كتضبغ الشايب. يعني الشعر البيضة. كتلونها. فهد شي اللي بغينا هنا يا. بغينا بالمكونات اللي عنا. نصبوه شعر الابيض. ويعطينا لان واحد اللوين لي جميل وصحي. اكتر شي يعطينا شعر صحي. الماء يا مخوتي انا هنا يغلطة واحد العشرة دقائق كما كتشوفوا معي. وهنا ضروري ان انا نصفوها. باش لك المكونات ما ما تلسقش لنا في شعر ديالنا. ويسهل لنا ان انا انغسله. الماء يا مخوتي كما كتشوفوا معايا صفوة المكونات الماء اللي مركز بزاف. وغني رحة ديالو طيبة بزاف. رحة ديالو غزالة. وغادي نزيد نضيف لهم مكونات ثانية ان شاء الله اللي غادي تعطينا سبغة طبيعية. سبغة مئة في المئة طبيعية. خليكم معايا حتى الاخر الفيديو. الماء ما اخوتي هنا يا كما كتشوفوا ها هو الماء مركز. احنا ما بغيناش يكون خفيف. كما قلت لكم كل ما كان مركز اكتر. كل ما كان احسن. انا هنا يا وخاها كيف غادي نزيد نضيف له اضافة تانية. هنضيف له اضافة تانية اللي تزيد تقل الوصفة. اول شي غادي نضيف. معلقة كبيرة ديالقهوة تريعا الضوابان. هنا كنا عارفوا القهوة ان هاته هي كتعطيت اغطية ذوينة بزاف الشيب مع هاد المكونات هذي. القهوة كتفقة اغتيارية. اي نوع دلقهوة عندكم لا يعني احنا ما بغيناش نكلفو على راسنا. اي نوع غادي دلقهوة. المطلقه restricted. لا اخوتي هنا لث Kak healthcare. old اليها كاملت في المكونات كلها. قلت لكم انا هذه الوصفات اللي كان قاسم معاكم رايي عندي اغشي شوية ديالشيب اللي اقدام فكان ستعملها على حسب الشعر ديالي. عما حسب طول الشعر ديالي. على حسب الكتافة ديال الشعر ديالكل اخت. ولا حسب النوع ديالشعر ديالكل اخت. فطبيع تلح لديه انتم حذا مك停 كاملتاط به الوصفة. شوفوا معايا كيفاش ولا واحد تركيز واحد المال اللي هو مركز بزاف وقاطع يعني قاسحة مر مر بزاف قاسحة بزاف. المهم غادي نزيد نضيف اضافة ثانية ان شاء الله خليكم معايا غادي نضيف مع القاة صغيرة دي القشور الرمان قشور الرمان اللي هو مطحون كيكون ميبس ومطحون. انتم ما ضيفوا على حسب طول دي شعرت لكم. انا ضفت هنا مع القاة صغيرة فانتم ما اخوتي لعندكم الشايب اكتر. فضيفوا على الاقل واحد جوش بالمعالق. طبعية الحال كتبقى على حسب طول وكتب دي الكل اوقت. وعلى حسب الشايب شحر عندكم دي الشايب في الشعر. فهنا هي كما كتشوفوا معايا مع القاة دي القشور الرمان. خصم ضروري انكم تحركوا المكونات لان ذاك شي كي تكون كي تكور. فانما يا مخوتي مع ذلك غادي نضيف انا هنا يا مع القاة صغيرة دي الحنة. الحنة تبقى على حسب طبعية الحال طول الشعر كنقول لكم كما كان كما كان طول دي الشعر دي لكم. مع القاة صغيرة كافية كافية نديمة كنقولها لكم في الوصفات كلها اللي كان حط لكم. ولله الحمد ولله الحمد. بالزاب دي الاخوات اللي جربوا هذه الوصفات اللي كان قسم معكم وانجح لهم. مع القاة صغيرة دي الحنة فقط. لان كما كنت لكم اللي كان كثرة من الحنة. كتعتني واحد دلون اللي هو غير مرغوب فيه. اللي هو تكون كما كان قليكم اه ضعفوا ديما المقادير الا الحناخ اللي وهالحنة ديما كمية قليلة بزاف. اه المقادير تانية غاد تتعطيكم هي اللي غاد تتعطيكم اللون. يعني اللي حنة كنستعملوها هنا بحال شكل ديال اوكسيجين فقط. يعني اه باش تعطينا فقط داتك الجهد ديالها. ولين اللون احنا اللي انتحكموا فيه. كما كتشوف معي ضروري من الطريقة اللي ديال تحرك لان المكونات لما تحركتش غدي تفق عليكم كورة ما يا كما كتشوفوا را ما زال عندي مكورة انا يا. فلهذا خاص نحركها مزيان. وخصوصا ان ذاك المكونات راها سخونة يعني ما نغفلوش عليها نبقوا كنحركو. هنا انا ضفت معلقة ديال اه زيت القطران او لا اه معلقة صغيرة كما كتشوف معي را ما كان شعمرة بزاف را غير شوية. الما يمقولوا احنا معلقة صغيرة ديال زيت القطران زيت القطران هرا غزل بزاف كي يغطي الشيب يعني الزغبة اللي احنا كان هناك اركز على الشيب. كيلون اه ذاك الشيب اللي عنا. فإلا كان عنا احنا كتر يعني الشيب كثير بزاف. فندير واحد جوج ديال المعالق. ديال زيت القطران. زيت القطران غني عن تعريف كي يسبغ الشيب. وكيلون الزغبة البيضة. المياه مخوتي بقوقة تحركو. وخذ بلكم مكونات خفيفة بزاف. را ما ليش ديالا داك شي مباد كيشرب تيختار. يعني كما كان نحركو كون ما كيزيد يشرب. هنا يضفت معلقة صغيرة كما كتشوفو ديال القرفة. القرفة هي غنية عن تعريفة هي فوائدها غزالة بزاف. وخصوصا معروف علي انها تايا كتعطيو حد تغطية ديال الشيب. هاد المكونات كلها اللي درنا هنا يا فيها ريحة غزالة بزاف. ريحة كتحمق. غنية غنية مع الكركدي. بابونج. فحركم زيان هاد المكوناتها دي. كننضير هاد المكونات غد نضيف عليهم مازال معلقة صغيرة ديال خالة تفاح. خالة تفاح تاوة كنقول لكم را هو فقط. فقط هو كي تبت اللون وفي نفس الوقت كي ينقل فروة ديال الرأس لانا الى عندنا القشرة او اي او اي شيء من ذلك. هاد الوصفة اخوتي كتدر على الشعر من قيبة طبيعة الحال يكون موصول بشامبوان وبالتمالوغ دياله ونكون نكون شعر يعني ناجف. حبة ده هاد الوصفة هادي در على الشعر يكون ناجف. ونخليها واحد سبع ساعات طبيعة الحال نركز على الاماكن اللي بغيتهم يتغطى فيهم الشيب. طبيعة الحال نخليها واحد سبع ساعات فهدي وصفة طبيعية الا ما نكررها عدة مرات خصوصا الى كان الشعر ديالكم اللون دياله يعني غامق اللون دياله السود بالزعب. فضروري انها تكرر عدة مرات باش تعتينها واحد دلويين اللي هو مفتوح. لان الشعر احنا كنعافوا ان الشعر الاسود كي ياخد الوقت باش يتفتح له اللون دياله. فما في هوا له لكررنا هذا الوصفة هذه خصوصا وصفة طبيعية مئة بالمئة. ما في اتشي حاجة ضررا نديرها اللي ونديرها الوليدة يعني الاخوات اللي عندهم منيات كي بغوتهم ما يحطو لهم نحنها كف شعر. فهو هضو المكونات كلها كتغضي الشعر كلها غزالة بزاب. وخصوصا خصوصا خصوصا الاخوات اللي حوامل مكي قدوش يصبعوا الشعر ديالهم بالاستباغة الكيموية. او خصوص الاخوات اللي مكي قدوش يصبعوا الشعر ديالهم بسبغة كما ويلي كتب على برة كلها ضارة كلها 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 ضارة ما في عدة شيء منفعة ممكن تعطينا النتيجة اللي احنا باغين وممكن ما تعطيناش النتيجة اللي احنا باغين احنا كان عفورنا السباغة حتى هي فيها وفيها على حسب الطور او لا على حسب الدرجة ديال اللون ديال الشعر ديال كله اخت المهم اخوتي هذه الوصفة كما قلت لكم نخليوها سبعة سوية في الشعر ديالنا من بعد نغسلوه فقط بالماء وندهنوه بالزيت ديالنا زيت ديال الكوكس زيت اي نوع جزز اي نوع جززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز بزاف. كي نبت الشعر. وخصوصا الى كملتوا على هذا الوصفة عادي مرة في الاسبوع. اكيد غادي تشوفوا النتيجة ان شاء الله. يعني يمكن لكم تطيفو معالقة ديال ماء ديال البصلة. كنشدو بصلة وكنحكوها وكنصفيوها. كناخدو فقط للماء ديالها وللعسير ديالها. وكنناخدو منو معالقة كافية. وندهنوها على الفروات ديال الراس ديالنا. ممكن نديروها مع هذا الوصفة. وممكن نديرو ذاك الماء ديالبصلة عادي نديرو فقمنا هاد الوصفة عادي. فعادي كنت تبقى اختيارية بطبيعة الحال لكم. ماما اخوتي كنتمنى يا ربي هذا الفيديو لقاكم باحسن احواله بصحة جيدة. ويا ربي كنتمنى يا ربي يشيلين هاد الوباء عاجلا يا ربي. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. ولقاكم هذا الفيديو ده بصحة جيدة. لانتو مالا احبابكم ولا الناس اللي اعزاز عليكم. نخليكم اخوتي في رعاية يا رحمن. اشتركوا في القناة